السلام عليكم ورحمة الله حقيقة عدد كبير جدا من الناس في تيك توك وفي غيره تسألنا دائما كيف أنتم تربحون يعني تتحدثون عن تطبيق وتتحدثون عن برنامج وتتحدثون عن منتجات أو شيء من هذا القبيل وتربحون مع العلم نحن ننصر يعني نتحدث عن الريح من التطبيقات نفس نفس الأمر يعني عمليات نسخ ورسق ولكن لا نستطيع أن نربح إذا فكرت قليلا سوف تسأل نفسك الإنسان مع من يربح مع الإنسان مع البشر لا يربح مع الروبوتات لا يمكن أن تفتح الأنترنت من أجل أن تشتغل من أجل الريح من الأنترنت فأنت سوف تسأل نفسك هل هؤلاء يربحون مع الروبوتات أو يربحون مع الخيال أو يربحون مع الأشياء غريبة جدا لا يربحون مع الناس إذن إذا أردت أن أربح مع الناس لا بد من شيء هذا الشيء فيه اثنين أشياء الذي صنعنا نحن في الأول كنا عادي كنا مثلي مثلك تمام كنا كذلك أنا تقاتل وإنشأنا قناة وحسابات في الفيسبوك والإنستغرام وإلى آخره فبدأنا أنا شخصيا لمدة أربع سنوات أربع سنوات وأنا أشتغل زر درهم ما في ولا شيء زر درهم ولكن أنا كان عندي فكرة تعلمت فكرة أنني يجب علي أن أبني منصة بجمهور مهتم في تخصص واحد فأنا مثلا مهتم بالريبح من الأنترنت مثلا فأنا سوف أبني جمهور في الفيسبوك أو في التيك توك أو في اليوتيوب مهتم بالريبح من الأنترنت حتى أبني جمهور كبير عندي متابعين أنشر لهم الفيديوهات أنشر لهم أي شيء برامج تطبيقات يتفاعلون معه ففي هذه الحالة أنا إذا نشرت أي فيديو حول الريح من التطبيق وفيه مثلا الريح من الأفيليت أو لإحالات فأستطيع الأربح لأن بنيتي جمهور تعبت عليه مدة أربع سنوات وهذا لا ينحصل فقط في الريح من الأنترنت أنا مثلا لدي جمهور مهتم بالملابس أنا فقط أتحدث عن مركات الملابس ملابس 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 أحدية أي شيء تمام خاص بالملابس مثلا فأنا لدي صفحة أو قناة أتحدث عن ملابس كيف يتلبس ملابس كذا فأصبح أنت جمهور مهتم بماذا؟ بالملابس فأي شخص سوف يعني يوم سوف أقوم بفتح مشروع خاص بالملابس أو أربح من الأفيليت لإحالات من أمازون أو من بانجود أو من جوميا أو يعني أستطيع أن أبيع منتجات الناس سوف تشتري لدي تمام باسمي أنا شخصيا فأنا سوف أستطيع أن أربح ليش؟ لأن الناس التي متابعين خاص بي مهتمين بالملابس ف سوف يشترون تمام؟ لأنهم بنوا جمهور وهذا مع جميع المجالات كانت تتحدث عن السيارات وكذا الناس تتحدث عن السيارات في الأول ثم بعد ذلك أصبحت تبيع السيارات المستعملة للناس فأصبحت لديها صاحب القناة أو صاحب صفحة تيك توك وكذا أصبح مصدر تقة يستطيع أن يبيع السيارات يستطيع أن يبيع الملابس يستطيع أن يتحدث عن أي شيء والناس تشترك فإذا كنت تسأل عن كيف وصل هؤلاء فالشيء الأول وصلوا عن طريق المتاعب يعني يبنون الجمهور ربما خمس سنوات ربع سنوات أنا شخصيا أربع سنوات أربع سنوات زروا درها ثم وصلنا إلى ما وصلنا إليه وأصبحت لديها منصات والناس أصبحوا مصدر تقة فالناس أي شيء نتحدث فيه يعني بثقة الحمد لله فالناس تشترك ونحن طبعا يعني نربح من وراء هذا الاشتراك عادي يعني هذا البيزنس يعني الناس في العالم كامل أي واحد يبيع حتى في العالم الحقيقي الموجود فيه تبيع تبيع أي شيء ونستفيد ليس هناك شيء بدون استفادة السيئة الثانية والذي يكون سريع إذا من الله عليك بالمال أو لديك رس مال تقوم بعمل حملات إعلانية في التيك توك في الفايسبوك في اليوتيوب الانستغرام تويتر على حسب على حسب هناك عدة منصات لعمل حملات إعلانية وتبني جمهور عن طريق هذه الحملة الإعلانية وتضع عليها يوميا مثلا خمسين درهم أو يعني مثلا خمسة دولار أو عشر دولار أو عشر دولار ثلاثين دولار على حسب نوع العمل الذي تعمل عليه فهؤلاء يعني يكونوا سريعين في تحقيق في تحقيق يعني واحد جمهور كبير جدا فالشخص الذي يقول لك يعني الناس التي تقول الآن أنتم تربحون يعني ما في شيء مجاني فلا يمكن الناس تشتغل لديها مسؤوليات لديها كراء لديها أبناء لديها زوجة لديها مسؤوليات لكراء مسؤوليات ضرائب كهرباء ضواء الأنترنت من أين سوف يدفعوا هذه الأمور لديه سيارة لديه ضرائب سيارة لديه زيد وزيد فالشخص الذي يقول لك لا يجب عليكم أن تربحوا يعني نحن نتحدث فقط مجانا ألم الظهر العين اليوم كامل هو نحن نشتغل المونتاج والعمل وهو إلى آخر وأنت تقول لا تربح لا يمكن أنت دخلت أصلا لتربح أنت دخلت مجاني أنت دخلت لتبحث كيف تربح فكيف سوف تتعلم من الشخص الذي أصلا لا يربح لا يمكن فلا يدى برك الله فيكم إخوة الكرام الناس عندما نتحدث عن تطبيق يعني في تخصصينا متى تحدث عن تطبيق أو برنامج أو شيء من هذا القبيل من أجل تريح من الأنترنت وأنا أربح منه فهذا طبيعي لأن الناس تشتري تشتري لا تضرها بأي شيء فقط هي تشتري لأنها تريد أن تربح وأنت تاخد نصيبك لأنك كأنك صنعت إشار لتلك الشركة فهذا ما في الأمر وهذه طريقة من طرق إذا كنت تريد أن تربح من الأنترنت فبني جمهور خاص لك هذا بيكون الإختصار إذا كنت ترغب أن تربح الآلاف الدولارات المئات الدولارات المهم أن يكون لديك مصدر معيشة لقمة عيش المال أن تبني جمهور أولا ثم تفكر في الربح لابد أن تعطي صورة جيدة هناك أناس غير مهتمة بالربح يسمعني جيدة هناك أناس غير مهتمة بالربح تمام ولكن كانت تتحدث عن فلوغات أو تصنع أي شيء لا علاقة بالربح فقط فلوغات تمام فلوغات فقط فجاء يوم يعني مثلا تحدث عن مثلا قناة خطامجو أو فيصل فلوغ أدو أشخاص معروفين مثلا في الفلوغات فهم لا يتحدثون عن الربح من الأنترنت فقط ينتقلون ولكن الشركات تبحث عنهم لماذا؟ لأن لديهم جمهور لديهم منصة فيها جمهور كثير بلو جمهور جوج مليون ثلاث مليون ففي كل إشهار تأخذ عليها مبالغ ربما عشرة مليون درهم مغربي يعني عشرة ألف دولار ربما ألف دولار ألفين دولار ثلاثة ألف دولار لماذا؟ لأنها صبرت وبنت جمهور ثم تربحها سوف تقول لماذا أنتم تربحون؟ فهو طبيعي فهو لا لن يعتمد بالأدسنس ولا يعتمد على أرباح الشركات الإعلانية بل سوف يبدأ في مشروع آخر وهو عمل إشارات لشركات فهذا طبيعي فالله المستعب وهذا ما استطيع أن نوصل لإخوة الكرام تنشي حتى الناس التي تسأل عن لماذا تربح أنت من التطبيقات وكذا فنحن وسيلة لإثبات لكم صحة التطبيق فإذا لم أقوم بإثبات لك صحة التطبيق فمن أين سوف تأتي بالدليل؟ إذن لابد أن نستفيد قليلا على الأقل نستفيد ونتبت لكم صحة التطبيق وخلاص أتمنى في الأمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم